اسميه علي علي كنت تحكي لي عن ذكرى اللي عندك من وقت زي ما كنت في عمرهن يعني لما كنت ولد لما نعطنا من المدرسة نصرح مع الغنب بس يوم جمعة ما نصدق على الله وهذاك اليوم يجي كنت استنى إنو هذا اليوم استنى هذاك اليوم يجي مشان نروح نصرح مع الغنب نحلب مع الوالده ومع الأخواته سميهن على مثلا هذيك فلانة هذيك فلانة ولليوم أولادي نفس الطريقة بسميهن عني بيحبوا يعني سبحان الله ما ويجب أن نقول لك وراثيه ابنك كبير عمره تقريبا عشر سنين أنا وياه أكبر منه أنا بعشرين سنة هذا ابنه الثاني مهم لك أن أولادك يعني يعملوا بهذا العمل كبير أنا لا أنا عكس هذا المنطق أنا بهمني أني ابني يتعلم ويأخذ وظيفة أحسن من هذه وظيفة يعني هذه وظيفة متعبة جدا جدا أنا ما تعلمت أنا وصلت للصفة العاشر وبطلت من المدرس شردت وبدأ الغنب طلعت وقتها أو بدايت الانتفاضة في الألفين وأربعة أو في الألفين بقى المحسوم مسكر ما نمرقش من مرة ولا صيارات من مرة بقنا نروح على الحمير طلع الطلاب الصبح نروح على الحمير الصبح يفتشونا زي الصيارات من أقف زي صيارات دور يفتشونا على المحسوم تفتيش وبدنا الرايحين على المدرسة التاسية نربط على الحمير ونقرأ بعد ما نقرأ نشد على الحمير ونظل مروحي نفس الطريقة كعادت سنتين زيقة حالي طلعت مرحباً بس بتندم يعني والله بنتندم وصلت على العاشرة وانا يعني علاماتي كويسة كنت يعني بدي أتعلم وأصير إشي شو إشي الله أعلم عاد أما كنت يعني ناوي أتعلم أولادك هلا بالمدرسة بتعلم؟ كلهم بتعلم والله وبحبوا تعليم يعني؟ والله لحد هسه متمسكين فيه أما ما بعرف إنه نظريتهم زي نظريت أبوهم ما بدريش نقول إن شاء الله أنه يكون حاضرهم أحسن من ما بين إيش بدك تعمل لما تكبر؟ معل ها فيه حلم عندك آه هيا معل